بدنا نيجي مع بعض نشوف هذا الثيم أروع من هيك ما فيه وهو عبارة عن ثيم ساعة بتتحكم فيها زي ما بدك بأشكالها بألوانها مركز تحكم خلفية سوبرول خصائص مميزات حاجات هتعجبك كتير كتير وخلفية ألوان ألوان ما يخطر عبالك مش لون ألوان مجموشة في بعض تعطيك خلفية رهيبة جدا لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد وهنيجي الآن نشوف هذا الثيم وشوي شرح عنه عشان تعرف تستخدمه وهيعجبك كتير كتير إلى الشرح يلا خلينا نروح مع بعض نشوف الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي أهلا وسهلا بالجميع حبايبي على القناة عيرة واحدة أول حاجة قبل ما نعمل أي حاجة موضوع الثيمات لازم نحول الدولة للهند أول حاجة منيجي على الإعدادات ومنيجي على الإعدادات الإضافية وبعدين منيجي على المنطقة وبنكتب في البحث الهند وهي الهند ظهرت وبتعلم عليها زي هيك وبتعمل رجوع زي هيك وبتطلع من كل الجهاز من كل اللي هو تطبيقات المفتوحة وبتسكرها وبتيجي على الثيمات وبدنا نكتب اسم الثيمة اللي أنا بدي أنقلك إياه أتقرب لك الشاشة وهكتب لك إياه كمان على الشاشة أتش تمام كابتل هيكسا شايف كيف كلمة هيكسا وبنجي على السيرش وبعد هيكسا والسيرش بدنا نختار طبعا في هيكسا هذا مش هذا اللي بدنا إياه بدنا هيكسا هذا شايف اللون هذا هيه هيكسا أول حرف كابتل لطر وبعدين سمول لطر نختاره طبعا هو مجاني وهي تنزيل هيه مجاني وبهما لعمل التنزيل طبعا ما بيحتاجش لا فيه دعاية ولا فيه أي حاجة وهيه بينزله بسرعة كله يعني يعني تقريبا يعني ما بيقعد أقل من نص دقيقة وبينزل هيه ينزل تمام جاري الاستيراد نعمله تعيين طبعا بتقدر تستخدم هذا الاستخدام على أي جهاز شاومي أي جهاز شاومي بتقدر تحط هذا الثيم يعني أول حاجة هاي شكل الثيم شكل الثيم رائع جدا الساعة بشكل مستطيل مستطيل واقف وقوف وعننا هادي اللي هو أيقونة الاتصال ممكن تنزلها تحت ومن بدك تحرك حركها فيش مشكلة ما علينا الآن لو اجينا هنا طلعنا على المركز التحكم اتغير كله شايفي هنا المركز التحكم هنا إضاءة للشاشة شكلها اتغير الكشاف شكله اتغير الجهاز كمركز تحكم طبعا هذا 12 نص كمركز تحكم صار متغير الأيقونات اتغيرت وهان لو جيت لاحظ انت اضغط اصبعك هان طبعا اصبعك بيعلم ملاحظ يعني ممكن هذي نغيرها الآن أنا هنغير كل الأمور هذي مركز الإشعارات هاي مركز الإشعارات وهاي مركز التحكم ومركز الإشعارات لو جينا اغلقنا الشاشة عملنا اغلقنا الشاشة زيك الجهاز كله وجينا البصمة حتى شكل البصمة مختلف طلع شكل البصمة كيف شكلها لذيذ الساعة كيف شكلها شكلها رائع تمام لو جينا هنا في عندنا هنا هنا ضغطة زر وهان في ضغطة زر نيجي نضغط تمام ايش ظهر عندك ظهر عندك اللي هو كل الخلفية السوبر وال هذي تمام لي جينا هنا السوبر اللي هو والبيبر هاي والبيبر جينا نختار مثلا نختار البدنيها بس ايش بتجع عشان لو تختار تيجنت تختار زيك مش هتختار بتوقف هنا اللي هو الخيار هذا والآن بتختار هاي الخيار الأول الخيار الثاني انت تطلع ايش بصير هنا في الخلفية الخيار الثالث يا عيني يا عيني طلع الخيار الرابع نختار الخيار الرابع طلع كيف اللون الخيار الخامس الخيار السادس السابع طلع الألوان التامن التاسع العاشر عشر خلفيات من اللي حبهن قلبك هذا بالنسبة للولبيبر طلع انت انا ما بتطلع فيه هنا انا والبيبر فيه كلوك الساعة طبعا الولبيبر بالنسبة للولبيبر لو طلعنا هنا هاي نطلع الولبيبر اللي هو خلفية الجهاز هاي الخلفية لو جينا انا هنا لو جينا الولبيبر نغير مثلا واحدة تانية نختارها هاي تغيرت وهينا بدنا نفتح الشاشة شايف كيف اللونه تغير تمام لو جينا هنا كمان عملنا عملية خلصنا من الولبيبر طبعا إذا بدك تستخدم الولب ببر تختار الخلفية لازم تكون قافل اللي هو الكاستوم هذا تمام في عنا هنا الكلوك الكلوك شايف أنت الساعة إحنا مختارين هذا مثلا أنا بدأ أختار هذا كيف صار على الشقة اليسار مثلا أنا بدأ أختار هذا الأيقونات زادت عندك هنا الخط الشايف الساعة أنت الخط الأسود الخط الأسود اللي هو عبارة عن خط هايو أنت بختار خط أرفع رفيع هيصار خط رفيع خط يعني وسط لهو رفيع ولا مش رفيع خط وسط كيف حاجة لوز اللوز تمام الآن لسه الحال الآن في الكلوك هنا في خيارات كمان عندنا هنا ممكن تفعل هذه الخيارات وتشتغل فيهم اللي هو هانا انجليش بدك تخلي شايف كلمة السبت هايها هنا لاحظ هنا خلونا نعلمك يعلم بالكلام شايف هنا السبت لو هيك علمنا زي هيك صار ساتردي بالإنجليش هيك بالعربي هنا فيه كمان عندنا خيارين اللي هو اللي هو هادي خيار الساعة فانت هنا طلعش بقول لك هنا يعني هاي ممكن نستخدمها للفاصل الزمني تمام الآن خلصنا موضوع الكلوك تمام اللي على اليسار الآن لو طلعنا هيك فتحنا هللاقي وين الساعة وين هايها الساعة وين صارت هايها على اليسار وهي اليوم السبت نيجي للي بعده ضبلي كليك هنا طلع معايش هصير خلصنا من الوك لوك كلر اللون طلع الألوان الآن بتلعب في اللون اللي بدك ايها لسه انت ما شفتش حاجة لسه طلع عشاك تشوفها أول حاجة نيجي هنا نبدأ من الأسفل الويك اللي هو لسبوع طلع حانا هاي اللون ايش صار هنا أبيض طلع حانا ايش اللون هنصار السبت انت شايف انت الويك طلع حانا السبت ايش لونها أسود السبت ايش صار لونها أبيض راح لونها حشان أبيض فبيض خلفيه طبيض هنا أزرق هنا أحمر هنا أصفر هادي في اللون السبت اللي هو طلع اللون هم بتغير هاي اللون هان بتغير اللون هايها السبت مثلا بدي أحمر هاي وصار أحمر سابت بده أبيض أسود خلصنا من موضوع الويك الديت التاريخ التاريخ دخلت هنا 10 سبع أبيض أحمر أصفر يا عيني المنت المنتொ dieses الدقائق في أنت اللون أسود في أنت يص Pinterest حيث الحاجي المحترم الدقائق صار اللون يختلفن عن الساعة أنا بديهم أحمر هاي أم أحمر أنا بديهم أزرق هاي أصفر هاي أصفر الساعة هور الساعة هاي هاي إيش هاي الساعة سودة زرقة حمرة صفرة كلها أصفر فأصفر هاي غيرنا اللون مثلا يعني هاي لو جينا جينا هاي مثلا الأحمر وأصفر لو جينا طلعنا زي هيك وبدنا نفتح الجهاز هاي هاي الساعة يعني حاجة محترمة جدا طيب نرجع تاني نرجع تاني لا احنا وين في الأيض خلصنا من اللي هو خلصنا من الويك والديت والمينت والاور اللي جلوبيل هنا عذا السودي عشان بتوضع ليلي هنا اللي هو الأبيض وهنا عندنا اللي هو الأسود وهنا الأبيض بنسبة للي تحت آه أنا بحكي بالنسبة الآن للي بظهر عندنا تحت هنا أنا بن 힘� nelle seleccion أسود هنا أبيض وهي أنا أسود هاي هاي رجيكية تمام اللي تحت هادا اله Vegan تغيط عليهاcm nasots واسحبها صار عندنا الايقونات هديك كلها موجودة تقدر تدخل من هذه الايقونات oriented هنا بيداخلك على اثمات وهي هانا لو اجينا هيكا لو اجينا على اللي هو اليوم والتاريخ هانا كما بدخلك على اليوم والتاريخ هانا بدخلك اوين ما انت تضغط هانا الساعة وهكذا طيب خلي نكمل قبل من ننهي خلي نكمل فرضو في بعض كمان الشغلات نيجي الآن على بعد الكلور في عنا هنا خصائص هانا مثلا الفينجر بديش أنا اللي هو هاي الفينجر لو هاي بيعلم بديش يعلم خلاص بطل هانا الشارج اللي هو الحين نشوف الشارج هذا الشو الشحن هانا اللون هانا العمق هانا يعني فيشششال شارة اللي بتعطيك اياها الفينجر بتتغير برضو وهانا الديناميك وهانا الديسكتوب هانا الديسكتوب يعني بشكل الChrist Offic شكل اللي هو الواجهة تبعاً الجهاز وهانا look screen هيك look screen هيك ببينة عن اللوك سكرين. خلينا نشوف موضوع الفينجر. هاي الفينجر زي ما قلت لكم برضو. الشارج خلينا نحطه في الشحن ونشوف كيف شكله في الشحن. هنا حطنا في الشاحن. طلع معي هنا على البر السفلي. البر السفلي اللي عندي هنا هيو تلاتة وسببين في المية. بيشحن هيو بيعطيك عملية اللي هو الشحن. ممكن انت هنا كمان لو بتكاشل الخط السفلي يظهر فيه الشحن بتروح ابت الغيزة هيك ما بيظهر فيه الشحن. هيو هان هيك لو طلعنا. ودخلنا تاني. وهان. هي الخط السفلي. هيو خمس وسبعين في المية. هي بيشحن. وهو زي ما انت بدك وامورك اللوز اللوز. بيجي واحد الان بيقول طب انت عملت اللي جهاز هيك خليته ثيمي يعني ثيم هيك انا مسلا بدي اغير الثيم بدي الثيم الاصلي تبع الجهاز اللي كان عليه ولا حاجة. بنيجي على الثيمات. وبعدين بنيجي على اللي هو الشقة اليسار. الناحية اليسار نضغط على يزيك. في عندك هنا الثيمات. وبنضغط على الثيمات. بيصد الثيمات اللي انت عندك. هذا الثيم الاصلي اللي هو مكتوب عليه كلاسيكية. ممكن يكون عندك انت نوعين من الثيمات. انا عندي كلاسيكية وبلا حدود. بختار هاي مثلا كلاسيكية. وبقول له تعيين. طبعا قبل ما تعمل تعيين اتأكد انه في عندك علامة زرجة عليهم كل ما دولها. زي ما انت شايف واحد اتنين ثلاثة اربعة. علامة زرجة. وهذه الخمسة سيبنا منها. وبتقول له تعيين. وبتيجي تطلع من الموضوع. وبيرجع جهازك زي ما كان موجود. وفيش خوف بالموضوع انه انت يضلوا على الثيم اللي انت حطيته. وبهيك امورك لوز اللوز. اتمنى يكون ان شاء الله استفدتوا في هذا الموضوع. ان شاء الله يكون الثيمة اعجبكو. وكون الشرح اعجبكو واستفدتوا. وعرفت كيف تستخدموه كيف تحطوه على جهازكو. لا تنسى الله يكون الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو اخر. سلام.